ومن زيارة الطهر الطاهر المطهر الذي هو من كل طهر طاهر مطهر من محمد وعلي وفاطمة من زيارته الشريفة إلى دستورنا العقائدي المعظم إلى الزيارة الجامعة الكبيرة الزيارة مشحونة بهذه المضامين سأأخذ مثالين منها ما جاء هنا في الزيارة الشريفة ونحن نخاطبهم نخاطب محمدا وآل محمد إنه القول البليغ الكامل فهكذا نقول عصمكم الله من الزلل وآمنكم من الفتن وطهركم من الدنس وأذهب عنكم الريتس وطهركم تطهيرا الزيارة تريد أن تشرح لنا آية التطهير إنها نفس المضامين التي بيّنتها لكم في حلقة يوم أمس وفي هذه الحلقة أعيد قراءة ما جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة سادتي آل محمد عصمكم الله من الزلل وآمنكم من الفتن وطهركم من الدنس وأذهب عنكم الريتس وطهركم تطهيرا هذا ما يرتبط بشأنهم ما يرتبط بشأننا نحن ماذا تقول الزيارة الجامعة الكبيرة حين نتصل بهم وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا هم مصدر مصدر الطهارة والتطهر وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتسكية لنا وكفارة لذنوبنا وأذكركم أذكركم رجائي أن تعودوا إلى هذه المقاطع في هذه الزيارات تدبروا فيها هذه ثقافة أئمتكم عودوا إليها بدلا من أن تستمعوا إلى هؤلاء الأغبياء الذين يفوحون وينضحون قذارة ناصبية من خطباء المنابر الذين تعلموا عند أولئك المراجع الأغبياء في حوزة النجا ومن الزيارة الجامعة الكبيرة نذهب إلى جوهرة حديثنا إلى لؤلؤة بحثنا إنها القيمة فاطمة مدار الحديث مدار الحديث في فناء فاطمة ورحابها صلوات الله وسلامه عليها لازلت أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان وهذه هي زيارة القيمة وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ باقر العلوم يقول هي فاطمة هي فاطمة هي هذه القيمة فكل الحديث الذي مر في أجواء آية التطهير وفي كل هذه الزيارات زبدته آين زبدته عند فاطمة عند فاطمة يا فاطمة هكذا نقرأ في زيارتها الشريفة وَزَعَمْنَا وَزَعَمْنَا أَنَّا لَكِ أَوْلِيَاءَ وَمُصَدِّقُونَ وَصَابِرُونَ لِكُلِّمَا أَتَانَا بِهِ أَبُوكِ صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه فإن نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لماذا يا بنت رسول الله فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا يا زهراء لنبشر أنفسنا هذه هي النتيجة بأن قد طهرنا بولايتك يا أيتها القيمة فأنت قيمة ديني ولك القيمومة علي وذلك دين القيمة بعد هذه الجولة السريعة بين الزيارات أنا لا أستطيع أن أقرأ عليكم كل شيء لكنني سهلت الأمر عليكم جئتكم بمفاتيح الجنان الذي هو في بيوتكم وصلت الضوء على بعض من الزيارات ما صلت الضوء على كل النصوص في هذا الكتاب على بعض من الزيارات وأخذت منها مقاطع قصيرة ورجوتكم أن تتدبروا فيها بالله عليكم بعيدا عني وعن قناة القمر وعن فتنتها كما يقولون بعيدا عن الجميع أنتم أنتم فاطمة محمد آل محمد وفاطمة هي جوهرتهم وهذه زياراتهم وآية التطهير آيتهم والقرآن قرآنهم هذه الأجواء ماذا تستنتجون منها بعيدا عني بعيدا عني وعن هرائي وكلامي ماذا تستنتجون من كل ذلك هذا شهر رمضان وهذا قرآنهم وهذه آية التطهير وهذا مفاتيح الجنان ما هو بكتابي كتاب موجود في بيوتكم مؤلفه معروف زياراته موجودة في مصادرنا الأصلية ما قرأت حرفا واحدا من غير زياراتهم الشريفة كل هذا وضعته بين أيديكم هذا الجو الذي ينتج من كل ذلك ما هي خلاصته خلاصته هناك طهارة مطلقة في جميع الاتجاهات وهذه الطهارة المطلقة في جميع الاتجاهات تتحدث عن عصمة مطلقة في جميع الاتجاهات وهذا الأمر لا يتحقق إلا بسبب علم مطلق في جميع الاتجاهات وكل هذا لا يكون فيهم إلا بعطاء منه سبحانه وتعالى فالعلم عطاؤه والعصمة عطاؤه هل تعرفون أحدا أقرب إلى الله من محمد وآل محمد ما نحن هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة في آخرها اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وأهل بيته الأخيار الأئمة الأبرار فاطمة داخل هنا أو لا أنا لا أريد أن أستدل بها إنما جاء هذا الأمر عرضا عودوا إلى الحلقات من 56 إلى 60 من برنامج دليل المسافر ستطلعون على التفاصيل هناك على هذا وعلى غيره اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وأهل بيته الأخيار الأئمة الأبرار لجعلتهم شفعاء نحن لا نعرف أحدا أقرب إلى الله منهم تخرجون فاطمة من هذا الكلام الزيارة والجامعة مضامينها تنطبق على فاطمة أو لا إذا كانت تنطبق على فاطمة صلوات الله عليها فهي داخلة في هذا التعبير اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وأهل بيته الأخيار الأئمة الأبرار فهل أن شفاعة نحن نطلبها منهم من دون فاطمة ماذا تقولون أنتم أنتم الذين تعترضون على ما أقوله من أن فاطمة إمام بل هي من أئمة الأئمة لكم دينكم و لي ديني اذهبوا بدينكم هذا الذي جئتم به من مراجع النجف و افرحوا به هنيئا لكم بدينكم و هنيئا لي بديني الذي جئت به من قرآنهم المفسر بتفسيرهم و من حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم خذوا دينكم من هناك و أنا أأخذ ديني من هنا القضية واضحة صريحة جدا نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر